يعني عايزة برضو أروح معاكم لكشف الحقيقة توقفت عنده كده وأنا بقرأ الخبر ده لكن أنا الحقيقة عمري ما بستغرب حاجة أبدا عن القدماء المصريين من كتر ما هذه الحضارة المبهرة اللي موجودة حتى اللحظة ومزال العلماء والعالم كله بيكتشف كل يوم حاجة إزاي قدروا يعملوا الحضارة إزاي هي موجودة لحد اللحظة دي إزاي قدروا ينقلوا كل اللي عملوه موجود على المعابد بيخلينا زي ما احنا بنكتشف لكن ما بنستغربش إن هما ممكن يكون مرة عليهم ده الخبر ده بيقول إيه؟ كشف فريق من العلماء عن جمجمة مصرية استثنائية عمرها أربعة تلاف عام وبطبعا زي ما انتوا شايفين في الصورة بتظهر علامات اللي موجودة عليها محاولات علاج السرطان والعلماء بيقولوا إن العلامات الموجودة على الجمجمة زي ما انتم شايفينها ممكن تكون يعني مؤشرات على إن المصريين القدماء حاولوا إجراء عمليات جراحية على نمو الأنسجة الموجودة وبتظهر طبعا الأدلة دي في النصوص القديمة عند المصريين القدماء لأن هم طبعا كانوا مهرين بشكل استثنائي في الطب وكانوا بيعملوا حاجات كتير جدا والحقيقة قريت كمان على الجمجمة دي ويمكن حددوها لعمر يعني حد شاب أو كده ما بين العشرين والتلاتين فلاقوا إنه الفحص الفريق اللي شافوه لجمجمتين بشريتين كان بيبلغ كل منهم ألاف السنين طبعا لكن قالوا إنه المجموعة دي لقوا طبعا المجموعة دي موجودة من جامعة كامبرج وأظهرت المرأبة المجهرية وجود ورم في الجمجمة وإنه العلماء اندهشوا جدا لما اكتشفوا علامات القطع يعني الظهر إن فيه ورم وشافوا علامات قطع حوالين الورم ده وده طبعا أكيد مستخدمين فيه ألات حد فده بيأكد إنه هم كانوا بيعالجوا حاجة خاصة بالسرطان أو بيعملوا تدخل جراحي لحاجة زي ده فده اللي خلاهم يقولوا إنه المصريين كانوا بيعالجوا السرطان خلينا ناخد مزيد من التفاصيل المدققة أكثر مع دكتور إسلام محمد عزت باحث دكتوراه بجامعة سيرجي باريس ومركز بحوث الأثار التاريخية بفرنسا دكتور إسلام مساء الخير يا فندم مساء النويل مدام شافكي سيأخذ يا تجي فندم يعني أكد لي الأول هل تصدق أو تتوقع بأنه ما ذكر بأنه المصريين القدماء ربما يكونوا فعلا يعني علجوا السرطان أو حصل تدخل جراحي يعني في الوقت ده تحديدا في العصر بتاعهم أولا مساء الخير على حضرتك وطبعا هو بحث مهم جدا خلينا نقول إن الدراسة البحثية صدرت مؤخرا في مجادلة للبحثة تاتيانا تنديني من جامعة تبينجين في ألمانيا وبروفيسور إدجر كامورس من هو أو متخصص في علوم الأنوات القديمة من جامعة سانتياجو دو بومبوستيلا في إسبانيا الحقيقة دي أصلا مهمة جدا لأنها بتتعرض لمجموعة من هي طبعا بتتناول جمجمتين ولكن المجموعة بهم اشتغلوا عليها مجموعة فراية الأهمية وهي مجموعة بوكورس في جامعة كامبرج الحقيقة المجموعة دي بتضم 18 ألف قطعة بتمثل بقايا أدمية سواء بقايا من الشعر بقايا من العزام بقايا من الهياكل المختلفة حتى في أقناعة المميوات ومميوات أولا في منها طبعا كتير مميوات مصرية قديمة وغير مصرية كمان خاصة من حضارة الإنكا في بيروب المجموعة ديها خصوصية كبيرة جدا لأنها مجموعة شاملة تقعيبا اتجمعت على مدار سنين طويلة وبيضد عنها كل سنة يعني دوكيمنت فونتها الأهمية وهو ويعتبر ده هو صدر طبعا أول ميارة 2005 ويعتبر هو جايد الأساسي لبحث عن البقايا الأدمية في كل ما تحفي العالم ديها صحيح البحث التحديدا نشتغل على جمجمتين زي ما أخذتك ذكرتي الجمجم أولا اللي هي E-270 والجمجم التانية اللي هي رقم 236 الأولى بترجع لي الأسرة 26 يعني احنا بلتكلم تقينينا حوالي 664 قبل الميلاد أواخر يعني ما بين الأسرة 26 أواخر الأسرة 30 هما يعني بدي الفترة الزمنية لهم محددينها والجمجم التانية كانت الحياة المسيرة جدا لأنها بترجع للرجل بيترح عمره من 30 إلى 35 سنة وبترجع لعصر الدولة القديمة يعني احنا هنا بقى مش بنتكلم بقى في العصور المتأخرة من النصر القديمة دعا العصر الدولة القديمة اللي هي بداية الأسرة الثالثة تقييبا من 2345 قبل الميلاد وصولا للأسرة الخمسة يعني يوم طيب يبدو أنه الاتصال حصل في قطع ما لكن يعني يمكن كان بيحاول دكتور إسلام عن حاول يكون معانا تاني كان بيحاول يشرح إزاي البحث بس عايزة أقول لكم شوفوا كم الدقة يعني الحقيقة القدماء المصريين يعني طول الوقت كانوا دقيقين بشكل غريب وإنت حتى لما ترجع وتشوف علم التحنيط إزاي قدروا يعملوا يعني هذا العلم وإزاي قدروا أن هم يعني يبقى فيه هذا العلم وتفضل دايما طيب خلينا يعني واضح أنه بنحاول الاتصال إذا ما نجحناش فيه لكن إحنا بنحاول نقول لكم إنه زي ما حضراتكم شايفين بإنه يعني كمية العلم اللي بيخرج الآن يعني أحيانا دلوقتي تسمع مثلا يقول لك إحنا بنحاول إن إحنا نعمل الديئة إيه بتاع مثلا التمثال دا أو طبعا الموميا دي وشفنا طبعا الموميوات اللي جات وتم اكتشافها دي وبقت موجودة في متحف الحضارة شفنا التعامل معها عامل إزاي فإذن مش بعيد أبدا إنه يكون فيه فعلا اكتشاف بإنه القدماء المصريين قدروا يوصلوا لهذه الجراحات الخاصة بالأورام وعلاج الأورام من خلال القطع زي ما كان بيحاول يشرح لنا دكتور إسلام بشكرك شكرا جزيلا دكتور إسلام محمد عزة باحث دكتوراه بجامعة سيرجي باريس ومركز بحوث أثار التاريخية بفرنسا